السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ في شبط جديد بعنوان File Processing Input Output يعني كيف نكتب أو نقرأ من File من ملف سنرى الخطوات لقراءة معلومات من File Text والخطوات لكتابة معلومات داخل ملف ثم سننهي هذا الشابتر بتمرين لتوضيح كيف يمكن أن نكتب أو نقرأ من ملف لو أردنا أن نقرأ من ملف الخطوات التي يجب أن يتباعها هي التالية أولا استدعاء Library اسمها F-Stream إذن نبدأ بكتابة Include F-Stream هذه Library تحتوي على Objects ودوال سنستعملها الـ Objects التي نستعملها تنتمي لـ Namespace STD إذن نحتاج أيضا لكتابة Using Namespace STD ثم نقوم بتعريف متغير إنه يمكن أن نسميه Input File نوع هذا المتغير نوع هذا المتغير IF-Stream هام جدا إذن الـ IF-Stream هذا مقزن داخل الـ Library F-Stream ثم نقوم بفتح الملف إذن المتغير Input File That Open بين قوسين سنضع العنوان للفايل ثم اسم الفايل يجب أن نتأكد بعد ذلك أن الفايل وقع فتحه إذن نكتب Input File وهذا هو يساوي 0 لو مثلا الفايل غير موجود Input File هيكون يساوي 0 في هذه الحالة سنطبع Error During the Opening ونقفل البرنامج لأنه لم نجد الفايل ثم بإمكاننا أن نقرأ من الفايل نكتب Input File هذه العلامات ونخزن المعلومة التي قرأناها في أي variable تلاحظون أن السنتاكس هنا مشابهة للسين سين هذه العلامات ثم الـ Variable التي نخزن فيها القيم عندما ننهي البرنامج نقفل الفايل Input File.Close إذن مثال للقراءة من داخل فايل أقوم بإنشاء فايل Empty File Yes وإنشاف File Input File .txt Yes الكمبيوتر أضاف الـ Input File هنا سأوضيف بعض القياب داخل هذا الفايل 10 20 30 الـ Input File الـ Input File موجود هنا نعود للمين ونكتب الكود الذي سيمكن من القراءة من داخل الفايل Input File نقوم بإستدعاء نقوم بإستدعاء Library FStream سأستدعاء أيضا Library stdlib.h لأنني سأستعمل ديلا اسمها Exit موجودة في هذه Library و سأكتب موجودة UsingNameSpace std موجودة إذا نقوم داخل المين بتعريف متغير efStream Input File File نقوم بفتح الفايل Input File.open بين قوسينس أضع اسم الفايل Input File.txt ثم حنسوي تيست هل استطعنا فتح الفايل أم لا Input File يسوي يسوي سفر لو كان يسوي سفر سنقوم بتباعة Cout Error During The Opening ونقفل البرنامج بس أدعاء أدى Exit 0 لو استطعنا فتح الملف سيكون بيبقى أن نقرأ قيم من داخل هذا الملف A B C سنقوم بإنبوت فايل أقرأ A Input File أقرأ B Input File أقرأ C وأطبع هذه القيم Cout A Cout B C Cout C القيمة التي يجب أن تطبع هي ننظر في ال Input File 10 20 و 30 طبعا أقفل الفايل Input File عندما أنهي البرنامج Close نسوي Debug نلحظة أنه فيه خطأ يقول الكمبيوتر أن Input File إذن هنا كتبت بتلقى خاطئة الآن نقصة كل شيء تمام أنفذ البرنامج نجد القيم 10 20 و 30 الموجودة في Input File